اشتركوا في القناة مشاركة مهمة ده دور النادي الاهلي مشاركة النادي الاهلي في الاحتفال بالعيد السنوي للدفاع الجوي رقم 52 المباراة كانت بحضور اللواء اركان حرب هاني رشاد علي رئيس اركان قوات الدفاع الجوي وحضور الاساس العامل فاروق نائب رئيس النادي الاهلي وشاهد تبادل الدروع النهاردة في مكاسب فنية بالجملة النهاردة في ظل توقف الدوري عندنا لعبة اه مشاركات هؤلاء له محتاجينها تجهز تجهز فنيا وزهنيا من خلال مباراة الودية اه النهاردة مباراة مش قوية فنيا لكن كانت مهمة النهاردة علشان اللعيبة المتشاركش النهاردة مكسب لما بنشوف حسام حسن واحد من ال يعني بيحرز هدفين النهاردة الاحرز الاهداف زياد طارق افتتح الاهداف وكريم فؤاد الهدف الثاني وحسام حسن الهدف الثالث والرابع هدفين ومحمد أشرف الصاعد الواعد الهدف الخامس بداية لما نتكلم عن الاهداف وافتتاح زياد طارق الاهداف النهاردة زياد طارق من اللعيبة اللي احنا تكلمنا عنها كتير هنا في برنامج الأشبال تكلمنا عليهم فترات كبيرة كل ما بياخد فرصة بيقول أنا موجود مكسب كبير هو محتاج فرصة وبشكل أكبر وزي ما بقول دايما انه عندنا قطاع الناشئين واللاد وعندنا لعيبة تستحق الفرصة من ضمن اللعيبة دي زياد طارق النهاردة بنشوف بياخد مساحة كبيرة حوالي ما يقرب من 80 دي بيأدي بشكل مميز وبيحرز هدف فيه الدقائق الأولى من عمر المباراة المكسب التاني واحد زي حسام حسن راجل هداف مشاركاته خلال فترة السابقة كانت قليلة شفناه آخر مباراة لعف فيها كانت أمام إنبي في الدوري الممتاز وإحنا متأخرين نزل وعمل شكل هجومي وكان ساهم كمان فيه الهدف التاني هدف فوز النادي الأهل اللي أحرزه علي معلول النهاردة في المباراة الودية شك ظهر بشكل جيد النهاردة كان فيه كميات جاري كبيرة من حسام حسن كان فيه فعالية على المرمة كمان النهاردة أحرز هدفين مميزين وبقول أنا موجود محتاج فرصة هي دي المباراة الودية المباراة الودية علشان اللعيم يقول أنا موجود بياخد فرصة وبيقدر يسبت نفسه النهاردة كمان واحد زي كريم فؤاد وعايز أقف قدام الهدف ده كريم فؤاد von اللعبة المميزة هجوميا بيلعب باك رايت لكن مميز مفتاح هجومي للنادي الأهلي لما بنشوف الهدف الثاني النهاردة محمود وحيد وهو بيتقدم وبيرفع من اللي موجود في الثمنتاشر كريم فؤاد النهاردة دي ميزة في باك رايت النادي الأهلي ازاي يكون مفتاح هجومي والنهاردة بيحرز الهدف الثاني نفس الكلام كريم فؤاد من اللعبة لما بتشارك بيجي بالمباريات محتاج مباريات كتير كريم فؤاد علشان يكون موجود فعلشان كده النهاردة تجربة فنية مهمة علشان تجهيز كل لعب النادي الاهلي اللي مش موجودين فيه لجندة دولية فالنهاردة فرصة لتجهيز اللعبين كلهم كلمنا عن حسام حسن والنهاردة كانت مشاركة النهاردة وأداء رائع منه الحاجة التالتة محمد أشرف وعايزها فعند ناشئين النادي الاهلي محمد أشرف الباك رايت اللي نزل شارك فيه آخر المباراة محمد أشرف ظهر النهاردة بمستوى رائع عنده لعيب عنده شخصية لعيب يستحق الفرصة محمد أشرف لعب في مباراة الربطة مع النادي الاهلي برضو ظهر بشكل رائع كان عمل أسست هدف لزياد طرف فيه مباراة الربطة كرة عرضية لعيب محمد أشرف اللي احنا شايفينه قدامنا ده كلمنا عنه كتير برضو هنا في برنامج الأشبال وقلنا عندنا لعيب يستحق فرصة مع الدرجة الأولى والنهاردة بيلعب دقائق وليلة لكن النهاردة ظهر فيها بشكل كبير اللعب التاني أحمد سيد عبد النبي أحمد سيد عبد النبي الباك رايت النهاردة برضو ظهر بشكل مميز آه عشر دقائق لكن النهاردة كان لي انطلاقات مهمة عرضيات مهمة تغطيات مهمة فالنهاردة اللعبة دي كلها محتاجة فرص أحمد سيد عبد النبي محمد أشرف زياد طارق أحمد نبيل كوكا أحمد نبيل كوكا اللي بيبدأ يثبت أقدامه واحدة واحدة مع الدرجة الأولى لما خد الفرصة بشكل كبير في مباراة أمبي وظهروا لعب في نص الملعب أدى مباراة رائعة وكان واحد من نجوم المباراة النهاردة بيكمل على الشكل اللي احنا شفناه علشان كده كل ناشئ أو كل لاعب صغير طالع مقطع الناشئين يعتبر لو مباراة أو تمرين فرصة مهمة جدا لازم يثبت نفسه لازم يقول أنا موجود علشان يستحق الفرصة النهاردة شارك محمد فخري شارك محمد نصير مصطفى الشبير شارك في الشروط الثاني وظهر برضو بمستوى رائع فالنهاردة فيه مكاسب كبيرة ومكاسب بالجملة برغم أن المباراة سهلة لكن النهاردة كانت مهمة للعب النادي الأهلي علشان الفترة اللي جاية اللي موجود فيها كاس مصر عندنا الدوري كمان مش عارفين ظروف اللعبة اللي راجع من منتخب مصر ظروفهم ايه الاصابات ايه لقدر الله فالنهاردة تجهيز اللاعبين كلهم شئ كان مهم جدا